بعد ما فاهمنا تركيب الخلية العصبية وعرفنا ان في منها تلات انواع وهم الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحرقية والخلية العصبية المنصلة او الرابطة ما بينهم وعرفنا شكل ودور كل واحدة منهم كويس وان التلاتة بيشتركوا في نظيفة واحدة وهي ناقل السيال العصبي تعال كده نرجعهم بسرعة ونرجع نفهم ازاي السيال العصبي بينتقل خلالهم اشتركوا في القناة بتحس الإشارة العصبية اللي سببها الدبوس ده فبينقلها للجهاز العصبي المركزي اللي بيشمل كل منه المخ والنخيع الشوكي واللي بيحتوي على خلايا منصلة بتوصل الإشارة من الخلايا الحسية إلى الخلايا العصبية الحرقية فبتليل الإشارة إلى العضلات علشان تستجيب وتحرك إيديك فبقى كده احنا عندنا عدو استقبال زي الجلد مثلا بيستجيب لمؤثر زي مثلا درجة الحرارة أو الدبوس أو الشمعة أو أيا كان المؤثر إيه فبينقل سيال عصبي للخلايا العصبية الحسية اللي بينقلها للخلايا الموصلة اللي بتوصل ما بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحرقية فبينقل السيال العصبي لأعضاء الاستجابة زي مثلا الغدد والعضلات علشان تستجيب للمؤثر فبقى كده دور الخلايا العصبية الحسية هو إنها بتنقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي ودور الخلايا العصبية الحرقية هو إنها بتنقل السيالة العصبي من الجهاز العصب المركزي إلى أعضاء الاستجابة زي مثلا الغدد والعضلات والخلايا العصبية الموصلة أو الرابطة دورها أن هي بتربط ما بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الفرقية يعني بتقوم بدور حالية الوصل ما بينهم وبناء على وظيفة كل نوع من أنواع الخلايا العصبية بنلاحظ أنهم بيختلفوا في شكلهم وحجمهم الخلايا العصبية الحسية بنلاحظ خروج طرف واحد بس من قطب واحد من جسمها فيبقى اسمها أحادية الأقطاب يعني يوني بولر والخلية العصبية المنصلة بنلاحظ ان بيخرج منها طرفين من قطبين فيبقى اسمها سنائية الاقطاب يعني باي بولر والخلية العصبية الحرقية بيخرج منها اكتر من طرف من اكتر من قطب فيبقى اسمها متعددة الاقطاب او مالتي بولر السيال العصبي هو عبارة عن رسالة رسالة بتنقلها الاعصاب بتنقلها من اعضاء الاحساس زي الجلد كده مثلا فبنقول عليها اجهزة الاستقبال بتنقلها للجهاز العصبي المركزي اللي بيشمل كل من المخ والحبل الشوكي وبعد كده بتنقلها لعضاء الاستجابة زي العضلات والغدد انتقال السيال العصبي في حقيقته هو ظاهرة كهربية ليها طبيعة كيميائية وعلشان نفهم اللي بيحصل عند مرور السيال العصبي على طول الليفة العصبية بيحتاجين ندرس التغيرات اللي بتحصل على الخلية العصبية في عندنا اربع حالات متتالية اول حالة وهي حالة الخلية العصبية في وضع الراحة وتاني حالة وهي حالة تنبيه الخلية العصبية والحالة التالتة وهي حالة انتقال السيال العصبي خلال الالياف العصبية والحالة الرابعة هي عودة انخلية العصبية تاني لحالتها الطبعية بس الاول قبل ما ندرس الاربع حالات تعال كده امثلك الاربع حالات بطريقة درامية علشان نسبت المعلومات عايزك تتخيل معايا كده ان الخلية الهصابية عاملة زي مدرسة المدرسة دي جواها طلبة طيبين بنور مظليم بالرمز الموجب زي مثلا ايونات البتاسيوم واللي رمزها كي موجب وكمان جواها طلبة تانين اشرار بنور مظليم بالرمز السالب زي مثلا ايونات الكلور اللي بنورمزلوها بالرمز سي ال سالب وكمان برضو جوا المدرسة دي البروتينات اللي شحنتها بتكون سالبة فابنورمزلها بالرمز بي تي سالب برا المدرسة برضو بيكون في طلبة طيبين بنورمزلوهم بالرمز الموجب زي مثلا ايونات السوديوم اللي بنورمزلوهم بالرمز ن اي موجب وكمان بيكون في طلبة اشرار بنورمزلوهم بالرمز السالب زي أيونات القلور اللي بنرنزلهم بالرمز سي إل سالب فيه خناعة جوه المدرسة وبرى المدرسة ما بين الطلاب الطيبين والطلاب الأشرار ولكن جوه المدرسة أيونات القلور وكمان البروتنات بيكون عددهم كتير وأيونات البوتاسيوم عددهم كتير برضو ولكن القلور والبروتين بيكون أكتر فهو اللي بيكسب وبيستحوز على كل اللي داخل المدرسة فبتبقى المدرسة من جوه شحنتها سالبة وبرى المدرسة فيه خناعة ولكن عدد أيونات السوديوم الموجبة عددهم أكبر بكتير من أيونات القلور السالبة فهو اللي بيكسب وبيستحوز على السطح الخارجي للمدرسة فيبقى كده شحنة المدرسة من الداخل سالب وشحنة المدرسة من الخارج موجب ودي بتكون الحالة الطبيعية للمدرسة اللي جوه بيكون سالب واللي بره بيكون موجب والحالة دي كده اسمها حالة الاستقطاب بعد كده أيونات البوتاسيوم الموجبة اللي هم الطلاب الطيبين اللي جوه بيلجأوا الزميلهم التانين اللي بره وهم أيونات السوديوم فأيونات السوديوم بتستجيب لهم وبتسيب مكانها بره وبتدخل علشان تساعد زميلهم جوه وبالفعل بتنجح أيونات السوديوم ويتسيطر على الوضع جوه المدرسة وتبقى هي المستحوذ وبيعادلوا كل عيونات القلور والبروتين وبيكسبوهم كمان وتبقى الشحنة في الداخل موجبة ولكن السوديوم بيسيب مكانه بره وبكده الجو بقى فاضي العيونات القلور السالبة بره وتبقى هي المستحوذة في الخارج ويبقى كده الشحنة من الخارج سالب والحالة دي اسمها حالة اللا استقطاب او ازالة الاستقطاب بعد كده أيونات البوتاسيوم اللي جوه بتقرر ان هي تخضر بزميلهم السوديوم اللي دخلت علشان تساعدهم فبتسيب مكانها جوه المدرسة وتخرج بره لا ومش بس كده دي بتقفل وراها البوابة علشان ما تخليش أيونات السوديوم تخرج معاها وبكده جوه المدرسة أيونات القلور السالبة والبروتونات السالبة بترجع تغلب تاني أيونات السوديوم اللي بتكون دخلت جوه علشان تساعد البوتاسيوم والبوتاسيوم غادرت بيها وخرجت فيبقى كده السطح الداخلي يرجع سالب تاني وايونات البوتاسيوم الموجب لما بتخرج بتتغلب بسهولة على الشحنات السالبة ويرجع السطح الكارجي موجب تاني يعني الوضع يرجع لطبيعته اللي جوه سالب واللي بره موجب وانا ييجي نظر المدرسة ويلاحظ ان فيه طلاب جوه مش طلاب المدرسة وطلاب المدرسة الأصليين بره فيرجع الطلاب تاني لماكنهم ويطلع الطلاب التانيين بره وبرضو يفضل السطح اللي جوه سالب واللي بره موجب وبكده ترجع كل حاجة لطبيعتها زي الأول بالزبط أو ده بقى اللي حصل في الخلية العصبية أثناء انتقال السيال العصبي ولكن بالسياق درامي بيثبت لك المعلومات تعالى نقول نفسك كلام تاني ولكن في سياق علمي أوضح قلنا أن الخلية العصبية بتمر بأربع حالات أول حالة وهي حالة الراحة في حالة الراحة للخلية يعني ما فيش أي مؤثر بيأثر على الخلية بيكون فيه اختلاف واضح في تركيز الأيونات داخل وخارج الخلية العصبية بحيث أن التركيز أيونات السوديوم اللي شحنتها موجبة بتكون خارج الخلية أكتر بكتير عن تركيزها داخل الخلية بنسبة من 10 إلى 15 مرة يعني مثلا لو فيه جوه الخلية العصبية حوالي 10 أيونات سوديوم بره بيكون فيه حوالي من 100 إلى 150 أيون سوديوم كمان تركيز أيونات البوتاسيوم الموجبة بيكون داخل الخلية أكتر 30 مرة من تركيزها في السائل الخارجي المحيط بالخلية ولكن تركيز الأيونات السلبة بيكون أعلى بكتير من تركيزها في الخارج وده طبعا بسبب وجود البروتنات اللي شحنتها سلبة وكمان أيونات الكلور اللي شحنتها سلبة كل دول بيكون موجودين جوه الخلية فكمية الأيونات السلبة اللي جوه الخلية العصبية بتعادل كل الأيونات الموجبة وبيتفوقوا عليها وبالتالي السطح الداخلي للخلية العصبية بيكون سالب إنما كمية الأيونات الموجبة خارج الخلية العصبية بتعادل كل الأيونات السالبة وبيتفوقوا عليها وبالتالي السطح الخارجي بيكون موجب وده بيكون توزيع غير متكافئ للأيونات داخل وخارج الخلية العصبية فبيسبب فرق جود اسمه فرق الجود التأثيري واللي بيساوي سالب 70 ميلي فولت وطبعا كل ده الخلية في حالة الراحة فيبقى الجهد في وقت الراحة سالب 70 ميلي فولت ومن هنا بتنشأ حالة اسمها حالة الاستقطاب واللي اسمها بولرزيشن فتبقى حالة الاستقطاب هي حالة الخلية في وقت الراحة لما يكون سطحها الخارجي موجب وستطحها الداخلي سالب والجهد بيكون سالب 70 ميلي فولت نيجي بعد كده للحالة التانية واللي بتبدأ عند تنبيه الخلية العصبية لما بيوصل السيال العصبي للخلية العصبية بيحصل لها شوية تغيرات في نفذيتها للأيونات فبيحصل اندفاع كميات كبيرة من أيونات السوديوم الى داخل الخلية واندفاع كميات قليلة من أيونات البوتاسيوم الى خارج الخلية وطبعا الموضوع ده بيحصل من خلال قنوات موجودة في غشاء الخلية العصبية كمية أيونات السوديوم الموجبة اللي بتدخل بتعادل للأيونات السالبة اللي بتكون موجودة داخل الخلية وبالتالي السطح الداخلي للخلية العصبية بيصبح موجب بعد مكان سالب والسطح الخارجي بيصبح سالب علشان الأيونات الموجبة الكتيرة اللي سابت مكانها وده خالة للخلية يعني حصل عكس اللي كان موجود في حالة الراحة والحالة دي اسمها ازالة الاستقطاب او اللا استقطاب وفي الحالة دي بيكون فرق الجهد حوالي موجب 40 ميلي فولت فيبقى كده حالة ازالة الاستقطاب او اللا استقطاب هي حالة الخلية العصبية وقت الاستصارة لما يكون سطحها الخارجي سالب وسطحها الداخلي موجب وفرق الجهد بيكون حوالي موجب 40 وعلشان الخلية العصبية تنتقل من حالة الراحة الى حالة الاستصارة يعني من حالة الاستقطاب لحالة اللا استقطاب محتاجة مؤسر قوي المؤسر ده جهده لازم يساوي 110 ميلي فولت ماينفعش يكون اقل من كده لان فرق الجهد في حالة الراحة بيكون سالب 70 ميلي فولت وفي وقت الاستصارة بيكون موجب 40 وبالتالي كده الخلية العصبية محتاجة مؤسر يغطي السالب 70 فولت ويوصلها لموجب 40 يعني ميقلش عن 110 ميلي فولت والجهد ده اسمه جهد الفاعلية المعروف باسم action potential فيبقى كده جهد الفاعلية هو عبارة عن ظاهرة ازالة الاستقطاب من سالب 70 ميلي فولت الى موجب 40 ميلي فولت وبالتالي بيساوي 110 ميلي فولت نيجي بعد كده للحالة التالتة واللي بتوضف لنا انتقال السيال العصبي خلال الالياف العصبية لما بيحصل ازالة استقطاب في منطقة معينة لذيشاء الليفة العصبية بينتقل بعد كده للمنطقة اللي جنبها ويحصل فيها نفس اللي حصل في اللي قبلها ويفضل ينتقل السيال العصبي على هيئة موجات من ازالة الاستقطاب على طول الليفة العصبية وبعد كده الحالة الرابعة وهي عودة الخلية العصبية لحالتها الاصلية فاول ما تأثير المنبع او السيال العصبي يعدي بيحصل شوية تغيرات على غشاء الليفة العصبية علشان ترجع لطبعتها اللي بيحصل هو ان غشاء الخلية العصبية بيفقد نفازيته لأيونات الصوديوم وبتزيد نفازيته لأيونات البوتاسيوم يعني كده مفيش صوديوم بيخرج واللي بيخرج بس هو البوتاسيوم فالبوتاسيوم لما بيخرج بتزيد الشحنة الموجبة في الخارج فيبقى في الخارج موجب وفي الداخل بترجع تاني تتغلب الأيونات السالبة على الموجبة فيبقى كده في الداخل سالب وبكده ترجع الخلية العصبية لحالتها الطبعية بره موجب وجوه سالب والأسباب اللي وصلتنا لحالة الاستقطاب دي هنلخصها في ثلاث أسباب أول سبب معنا هو النفذية الاختيارية غير المتكافأة لأيونات السوديوم نفذية اختيارية لأنها بتكون من اختيار الخلية وحسب حاجتها غير متكافأة لأن غشاء الخلية العصبية في وقت الراحة اللي هي حالة الاستقطاب بيكون أكتر نفذية لأيونات البوتاسيوم إلى الخارج عن أيونات السوديوم بحوالي أربعين مرة فبتستقر أيونات البوتاسيوم على السطح الخارجي للخلية وبالتالي بتزيد الشحنة الموجبة ثاني سبب هو وجود بروتنات متأينة أو زنها الجزائية عالية والبروتنات دي بتحمل شحنات سالبة وكمان في أيونات الكلور السالبة وبالتالي شحنة الناحية الداخلية بتكون سالبة ثالث سبب معنا وهو مضخات السوديوم والبوتاسيوم اللي بتكون موجودة في جشاء الليفة مضخات السوديوم والبوتاسيوم لها دول مهم في الحفاظ على السابات النسبي لتوزيع الأيونات علشان بتسمح الأيونات البوتاسيوم الموجبة إن هي تخرج وتتراكم خارج الخلية وبتسيب أيونات الكلور وكمان البروتنات السالبة اللي مش بتقدر إن هي تمر بسبب حجمها الكبير لحد ما يوصل فرق الجهد إلى سالب 70 ميلي فولت فبيرجع تاني توزيع الأيوني غير متكافئ لغشاء الخلية اللي قلني عليه في وقت الراحة وهو خروج أيونات البوتاسيوم من خارج أكتر أربعين مرة من أيونات السوديوم وتبقى الحالة دي اسمها عودة الاستقطاب يعني بره بيكون موجب وجوه سالب ولكن اللي بره بيكون موجب بسبب زيادة تركيز أيونات البوتاسيوم اللي بيكون كتير بره مش السوديوم وإحنا عايزين بره يكون موجب ماشي ولكن يكون بسبب وجود أيونات السوديوم مش أيونات البوتاسيوم في الحالة دي بتستعيد الخلية خوصها الفيسولوجية تاني خلال فترة اسمها فترة الجموح أو الامتناعة علشان تقدر تنقل سياء العصب جديد وده اللي قلنا عليه اللي عمله ناظر المدرسة لما رجع السوديوم مكانه تاني بره والبوتاسيوم رجعه تاني مكانه جوه وفترة الجموح أو الامتناعة هي فترة زمنية وصيارة بتتراوح من واحد من ألف إلى تلاتة من ألف من السنية وبتكون مبشرة بعد إصارة العصب بيستعيد فيها غشاء الخلية العصبية خوصها الفيسولوجية علشان يقدر ينقل سياء العصب جديد وخلال الفترة دي مش بيقدر يستجيب العصب لأي مؤثر مهما كانت قوته والرسم البيانة اللي قدامنا ده بيوضح لنا التغيرات اللي حصلت الخلية العصبية أثناء مرور السياء العصبي خلالها أول حاجة الخلية العصبية في وقت الراحة فرق الجهد بيكون سالب 70 ملي فولت لما بيحفزها السياء العصبي قوي جهد فعليته بتوصل ل110 ملي فولت بيوصلها لحالة اللا استقطاب اللي بيكون عندها فرق الجهد موجب 40 ملي فولت بعد كده بينتقل السياء العصبي فبترجع الخلية تاني لحالة اللا استقطاب عند سالب 70 ملي فولت ولكن بيحصل زيادة تاني في الاستقطاب خلال فترة الجموح أو الامتناع بعدها على طول بترجع الخلية لحالة الراحة اللي هي حالة الاستقطاب وبتكون جاهزة لاستقبال سياء العصبي جديد اشتركوا في القناة